اشتركوا في القناة والإمامة هي الامتداد الطبيعي للرسالة وإن الله سبحانه وتعالى احتج في الإمامة كما احتج في الرسالة والبيان رقم واحد الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه كما ذكرت ذلك سورة البقرة قال تعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ صيغة جاعل تفيد الاستمرارية وأنه لا تخلو الأرض قط من حجة لله إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مستورا ولذا فإن الله سبحانه وتعالى ملأ أرضه بالخلفاء والأنبياء والرسل حتى بعث 124 ألف نبي كما بعث 124 ألف وصي وقاعدة معروفة عقدية أن لكل نبي وصي كما أن لآدم وصي وهو شيث كما أن لنوح وصي وهو سام كما أن لإبراهيم وصي وهو إسماعيل كما أن لموسى وصي وهو يوشع بن نون كما أن لعيسى وصي وهو شمعون الصفا كذلك لمحمد وصي وهو علي بن أبي طالب عليه السلام احتياجنا للإمامة كاحتياجنا للنبوة كما أننا نحتاج إلى الرسول لكي يبلغ رسالات الله لماذا؟ لأن الله لا يحس ولا يجس ولا يعرف بالحواس الخمس لا عين ترى ولا أذن تسمعه ولا يد تطاله ولا أحد يقدر أن يصل إليه ومن حكمته جل وعلا بعث رسلا مبلغين عنه رضاه وصخطه وهؤلاء الرسل نوعان رسل من الملائكة جبرائيل ورسل من البشر وهو مئة وأربعة وعشرين ألف نبي كما أنه مئة وأربعة وعشرين ألف وصي عهد السماء يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك لا شك أن الإنسان يعتبر أن الفكرة هو طريق نجاته نحو الاستقامة ونحو الوصول إلى الهدف المنشود وبالتالي فالحديث عن يوم الغدير لا يعتبر حديثا عن مناسبة دينية معينة أو عن زاوية تمثل ريادة شعبية ورأيا جماهيريا لطائفة معينة بل إذا أردنا أن نعمم الخطاب ونجعل الخطاب عابرا للحدود المحلية للمسلمين نقول أن يوم الغدير يعتبر فيصل الكمال ومحطة التكميل للمنظومة التي طرحها الإسلام عهد الزمان فرسول الله صلى الله عليه وآله أسس إلى دولة في زمنه لكن النبوة من دون إمامة لا يمكن أن توصل الفكرة للمجتمع لأنه المؤسس غير المدير الذي يستمر في إدارة المشروع رسول الله كان مؤسسا صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام كان هو الذي لازم أن يخلي حالة النبوة التي كانت حالة أسيسية يدمجها مع موضوع الإمامة التي تجمع بين الفقه والدولة يعني بين الجانب النظري والجانب العملي لأن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كان رسول الله الرحمة المطلقة في زمن أمير المؤمنين هذه الرحمة المطلقة لازم تترجم على أرض الواقع حسب النصوص القرآنية الكريمة الإمامة تتويج أو قالب عملي للنبوة في موضوع إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى بعد النبوة يجعله إماما فمرحلة الإمامة أهم من مرحلة النبوة لكن وحدها من دون أن يسبقها مرحلة النبوة ما ممكن يعني تنفيذ من دون تأسيس ما ممكن أنا تصوري أنه الإمامة هوية مقامها أبلغ من النبوة لكن ما ممكن إمامة إلا ويسبقها موضوع النبوة عهد السماء لماذا نحتاج إلى الإمامة؟ إذا أجبنا على سؤال لماذا نحتاج إلى النبوة نفهم لماذا نحتاج إلى الإمامة يوم يكون النبي بين الأمة فإن الأمة تستقيم وأن الأمة تعرف الحلال والحرام وتعرفه على اليقين من دون خطأ ومن دون زيادة ومن دون نقصان لماذا؟ لأن النبي هو إمام الشريعة وإن النبي هو معصوم لا يخطأ ولا يسهو وإن النبي يبلغ الرسالات فإذا أردنا استمرارية هذه الحالة حالة القطع واليقين من دون خلل من دون نقصان من دون زيادة فلا بد أن تستمر لإمامة وهذه الإمامة وصفها الله في كتابه بقوله وإنها كلمة نعم باقية في عقبه في عقب الإمام إلى يوم القيامة فلذلك احتج الله بالإمامة كما احتج بالنبوة فنحن نحتاج استمرار الرسالة واستمرار الإمامة وهي استمرار للنبوة واستمرار النبوة هو استمرار للتوحيد فأمير المؤمنين في زمن الرسول كان دور غير أمير المؤمنين في زمن هو وخلافته هو مثلا عندما فتحوا مكة أعطى أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كل واحد شنو مسئولية كان عنده رجعوا المسئولية إلى لا تصادروا المسئوليات وهذا بخلاف كل الثورات والأنظمة اللي تصير في عالم الإدارة في عالم إدارة الدولة من ضمن هالأمور رجعوا مفتاح الكعبة إلى هذا الشخص اللي كان سابقا بيديه مفتاح الكعبة يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله جاء ليدخل الكعبة ويصلي ركعتان في الكعبة فهذا جاءبه الرسول صلى الله عليه وآله قال لا افتح الباب اريد اروح اصلي قال ما افتح الباب مرة ثانية مرة ثالثة قال ما افتح الباب ثم تسلق الجدار صعد على باب الكعبة شرد امير المؤمنين رجع قهقرة ثم التف الكعبة صعد الجدار لزم من اذنه اخذ المفتاح من عنده اجي فتح الباب هذا من يشوف انه اكو قوة وراء رسول الله قوة تنفيذية ويعرف بانه اذا ما اطاع هناك جزاء هذا يختلف وضعه لذلك امير المؤمنين زمانه في موضوع دمج الامامة والحكومة اللي هو نتيجة لموضوع الغدير يعني رسول الله في كذا مرة كان يقول في الحديث الاحاديث المعروفة وصلت النا بتواتر اقضاكم علي اعلمكم علي باب مدينة العلم كذا هالنصص هواية موجودة كلها كانت تدول بانه علي عليه السلام هو الخليفة من جهة الامامة اللي هو استمرار النبوة لقد بلغ النبي صلى الله عليه وآله في السنة العاشرة من الهجرة أصحابه والقرى التي من حوله أن النبي سوف يحجه هذا العام حجة الودع وامر أصحابه وأتباعه ومن دخل في الإسلام أن يحجوا معه حتى أرسل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقد كان في اليمن أن يعلي الحق به لهذه الحجة حجة الودع فذهب النبي صلى الله عليه وآله بأصحابه وهم أكثر من مئة ألف صحابي ومئة ألف مؤمن ومسلم جاءوا إلى مكة نعم حاجين وأمين البيت الحرام وقد خطب النبي صلى الله عليه وآله خطبة تمهيدية في يوم عرفة وبين لهم أنه هذا آخر مقام سيقومه بين ظهرانهم ومن أبلغ الرسالات التي أبلغها النبي في هذه حجة الودع هو أن حرمة مال المسلم ودمه وعرضه كحرمة يومه هذا وساعته هذا وبلده هذا شلون أن الحج حرام من الأشهر الحرم وأن البلد بلد مكة حرام له حرمة وأن المسجد مسجد حرام وأن العرفة هو مشعر حرام كذلك دم المسلم وماله وعرضه حرام على المسلم كيومه هذا وساعته هذا ثم بعد أن انتهى إلى الحج وصل إلى الجحفة والجحفة قريب إلى مطار جدة هنا مفترق طرق الحجيج أراد أن يتفرق أهل العراق وأهل الحجاز وأهل المدينة أجاء الأمر الإلهي إلى النبي صلى الله عليه وآله أن يا محمد بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فأمر النبي صلى الله عليه وآله بالمكوث وأمر بالحجيج الذين لم يلحقوا به أن يلحقوا وأمر بالحجيج الذين سبقوه أن يرجعوا فبقي النبي في هذه المنطقة منطقة غدير خم نعم في رمضاء الهجير يوم الثامن عشر من ذي الحجة صاد في يوم الخميس بقي في هذه الرمضاء والحرارة شديدة وكان النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يبلغ خطبة الغدير والأمر الإلهي بالولاية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مكان بيعة الغدير قرب الجحفة على أميال والجحفة من مواقيت الحج وهي ميقات لأهل مصر والمغرب والجحفة قريب نعم مطار جدة اليوم المشهور المعروف فالنبي صلى الله عليه وآله جاوز الجحفة بأميال جاء الأمر الإلهي أن يا محمد بلغ رسالة ربك وكان الزمان زمان يوم خميس من ثمان عشر من ذي الحجة وفي روايات أهل البيت أن هذا اليوم هو يوم تنصيب أكثر الأوصياء في مثل هذا اليوم فأمر الله سبحانه وتعالى النبي وكان النبي مترددا للتبليغ خوفا من طغام بعض المنافقين الذين تربصوا بالإسلام الدوائر ولا يريدون أن يتم هذا الأمر والإمام في قريش فأبلغهم النبي صلى الله أبلغه الله سبحانه وتعالى بأن الله يعصمك من الناس وقف النبي صلى الله عليه وآله في رمضاء الهجير وأمر بأشواك أن يرفع وصلى فيهم صلاة الظهر نعم ثم قام خطيبا بخطبة عصماء عظيمة طويلة بدأ فيها بتوحيد الله جل وعلا وبيان عظمته وبيان فضله على الناس وأنه أخرجهم من الظلمات إلى النور ثم جاء ليعدد فضائل ومناقب علي بن أبي طالب حينما قال أيها الناس إنه لا يسعني أن أحصي مناقب وفضائل علي بن أبي طالب في مكان واحد في زمان واحد وقال الحديث المشهور لو أن الأشجار أقلام وأن الجن والإنس كتاب وأن البحار مداد على أن تحصي فضائل علي عليه السلام لما أحصوها أبدا هذا علي بن أبي طالب الذي نزلت فيه آيات قرآنية كثيرة منها آية الولاية ومنها آية الطاعة أما آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وآية الطاعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولي الأمر علي وأولاده ثم كللت هذه الآيات بآية الغدير أو آية إكمال الدين وتمام النعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فتم الدين بولاية أمير المؤمنين علي عن الجماهير التي حضرت تلك الواقعة وقد روتها بأدق تفاصيلها من أن النبي صلى الله عليه وآله حج حجة الوداع بالناس وأشعرهم بأنني راحل عنكم إلى الله سبحانه وتعالى كما قال والعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ثم قفل راجعا من مكة إلى المدينة وفي الطريق نزل عليه جبرائيل الأمين عليه السلام وقال يا رسول الله هناك وحي من الله تبارك وتعالى فتلقى رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الوحي الذي كما تليناه من كتاب الله قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك كما تتحدث بذلك سورة المائدة فجمع رسول الله صلى الله عليه وآله الناس ووقف في منطقة بين مكة والمدينة تسمى بغدير خم وأمر أن يرجع إليه من تقدم عليه في المسير وانتظر أن يلتحق به من تأخر عنه في المسير فاجتمعت جماهير غفيرة وأخذ بيد أمير المؤمنين عليه السلام وصنع منبرا من سروج الإبل وصعد عليه هو والأمير وأخذ بيد أمير المؤمنين وقال يا أيها الناس ألست أولى منكم بأنفسكم قالوا بلى قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه واخذل من خذله وانصر من نصره اللهم فاشهد أني قد بلغت هل سمعتم كلامي فقال المسلمون نعم سمعنا فقال بايعوا عليا فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله من على ذلك المنبر وجلس الإمام عليه السلام ليأخذ البيعة فبايعه الرجال وباعته أيضا النساء بايعوه على أنه هو القائد بعد النبي بايعوه على أنه هو الرئيس لتلك الممالك والدول الإسلامية التي أنتجها الإسلام وثورة الإسلام حادثة الغدير حادثة فريدة في التاريخ من جهة الأسلوب من جهة النص من جهة الدوافع من جهة النتائج سبقت الحادثة آية شريفة أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بتهديد مو فقط بآمر يقول له في الآية الكريمة فإن لم تفعل فما بلغت يعني رسالتك أساسا ما وصلت لأن الحدف هو إصلاح المجتمع إصلاح المجتمع يتم عبر ثلاث قنوات القنوات إذا نريد نقسمها نقول بأنه الإمامة اللي هي استمرار النبوة الحكومة اللي هي تخرج القانون من الجانب النظري تجيب إلى الجانب العملي والدستور اللي هو نظام أساسي دستور يعطي كل ما يحتاجه الإنسان ضمن هذا الدين اللي هو الإسلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خطب خطبته الشهيرة الطويلة وبعد أن صلى فيه صلاة الظهر قال أيها الناس بعد أن أكمل خطبة فليبايعن الناس وأصحاب بيعة أخرى ثم يبايع بعد ذلك علي عليه السلام انظروا أيها الأحبة في بداية الإسلام بايع النبي على النبوة ثم جدد النبي صلى الله عليه وآله البيع له ولعلي بالإمامة والولاية وقد احتفل النبي صلى الله عليه وآله في هذا المكان ثلاثة أيام لأن مئة ألف صحابي أكثر من مئة وعشرين ألف صحابي حضروا هذه البيعة وهذا العيد الأكبر عيد الله الأكبر فأمر الرجال بأن يصفقوا يصفقوا يعني يصافحوا النبي بالبيعة له ولعلي ثم يصافحوا عليا ثم بعد أن انتهى الرجال وأول من بايعه بايعه نعم أصحاب النبي وأنسابه وأصهاره حتى قال الثاني لعلي بخن بخن لك يا علي أصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنة ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يبايع النساء علي عليه السلام وكيف تمت البيعة تقول الروايات وضع النبي صلى الله عليه وآله طشتا من الماء فغمس علي عليه السلام يده في طرف وتأتي المرأة والمرأة تغمس يدها في الطرف الآخر مبايعة للرسول بالرسالة ولعلي بالولاية والرواية الشهيرة المحفوظة المعروفة نعم من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله اتفاق جميع المسلمين سنة وشيعة حتى من النواصب على تواتر هذا المقطع من كنت مولاه فهذا علي مولاه النبي صلى الله عليه وآله لما نزلت عليه الدعوة في مكة كانت هناك الحقبة المكية وهي 13 عاما في هذه الحقبة أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج المسلمين من ظلمات الكفر والجهل والإشراك إلى نور العلم والتوحيد والإيمان فلذلك في غضون غضون 13 سنة في مكة لم يكلف النبي صلى الله عليه وآله أصحابه والمسلمين إلا التوحيد والإقرار بالنبوة والإقرار بالمعاد ثم لما هاجر سلام الله عليه إلى المدينة فبقي فيها عشر سنوات هناك بدأت فروع الدين تنزل واحدة والأخرى فأول ما شرعت الصلاة ثم شرع الصيام ثم شرع الجهاد ثم شرع نعم الزكاة ثم شرعت الولاية آخرها ولذا يعقد الكلين رحمه الله بابا وكل المحدثين من الشيعة باب دعائم الإسلام ومفاد هذه الروايات المتواترة عندنا تقول بني الإسلام على خمس على الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه يعني الولاية وهي مفتاحهن وبابهن وأصلهن لاحظ فآخر ما نزل هي الولاية وكانت خاتمة لكل الشرائع وكانت خاتمة لكل الفرائض فريضة تتم بها الفرائض ما هي فريضة الولاية وحسب ما يقول إمامنا الصادق عليه السلام أن الفرائض الأربع الأخرى ممكن أن الإنسان يكون معذور فيها إن كان عنده عذر شرعي إلا الولاية فلا عذر فيها فالصلاة إن لم تستطيع أن تصلي قائما تصلي جالسا وإن لم تستطع تصلي جالسا فتصلي راقدا والصوم إن كنت مريضا أو على سفر ممكن أن تقضيه والزكاة إذ لم يكن لديك مال ساقط عنك لكن الولاية لا عذر لمن تركها فهي مفتاحهن وبابهن وهي الدليل عليهم إذ أن بالولاية عرفت معالم الدين وبالواقع أصل الدين ومعرفته من توحيد وعدل ونبوة وإمامة ومعاد وفروع الدين كلها أخذناها من باب النبوة باب النبوة من؟ أمير المؤمنين يا علي أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتيها من بابها فلما أخذنا ديننا من علي عليه السلام كنا في مأمن من الخطأ والسهو والنسيان والزيادة والنقصان فهذه هي عظمة الولاية نعم لمن يتمسك بها من أهم المصادر الرائعة التي تحدثت عن هذا الموضوع هو موسوعة الغدير للعلام الأميني والتي طبعت حقيقة بأحد عشر جزءا ومن بعدين أضيفت لها أدة أزاء وهذه الموسوعة حقيقة قضى المرحوم الأميني سنوات عديدة في إنجاز هذه الموسوعة الحقيقة المؤتمدة لدى المذاهب وكما ذكرت وقد احتوت على مواضيع شتى منها المئات من الحاديث التي قالها الرسول الكريم بحق الإمام علي عليه السلام والمصادر للمذاهب الإسلامية الخمسة يعني قصد الشيعي والجعفني والحمبني والمالكي والشافعي والحنفي التي أشارت إلى هذا الموضوع أضافة إلى ذكر أكثر من ما يقارب 300 أو 400 شاعر بدءا من القرن الهجري الأول وهكذا القرون الهجرية الأخرى وهم يشيرون إلى هذه المناسبة الكريمة ولقد كتب الشيخ عبد المنعم الكاظمي كتابا نعم موسوعة كبيرة اسم هذا الكتاب من كنت مولاه نعم وهناك موسوعة عظيمة كبيرة اسمها موسوعة الغدير للعلامة البحاثة الشيخ عبد الحسين الأميني رحمه الله بين مفردات هذه الرواية وهذه الحادثة أنا لا أسميه حديثا حديث الغدير بل حادثة الغدير لأن استمر الاحتفال بها ثلاثة أيام وقد حقيقة وزعت أو طبعت من هذه الموسوعة الرائعة طبعات عديدة وخاصة في لبنان وفي مصر وفي إيران وحقيقة حسب رأي أن هذه الموسوعة يجب أن كل بيت موالي الآل البيت يقتنيها لأنها تحتوي على الكثير من الوقائع والحقائق الدامغة التي تشير إلى بيعة الغدير التي أوصى بها الرسول بأن يكون الخليفة بعده هو الإمام علي عليها أمضر الصلاة والسلام كل المفسرين يقولون أن الأحكام الشرعية والدستور كل نزل قبل هذه الآية يعني عندما نزلت هذه الآية ما كفرد شيء من الأحكام الشرعية بعده الرسول ما مبلغه ما كفردش الصلاة والصوم كل قضية شرعية اللي بها حكم مسألة شرعية بها فقه الرسول كله بيّن ما بقى شيء إلا موضوع الإمامة اللي مندمجة مع دولة ولذلك هذه الآية عرفت واشتهرت بآية الإكمال لأنه إكمال الدين بالاستمرار وإذا ماكو استمرار يكون فرد شيء نظري فترة زمنية يبقى على الألصون وثم ينتهي لكن الآية الكريمة تشير إلى أنه الإكمال إكمال ماذا؟ إكمال الدين إكمال الدين بشنو؟ أكون حكم شرعي؟ ماكو حكم شرعي؟ شنو الباقي؟ اللي لازم يتم إتمامه يعني استمراره يعني يكون هذا دستور قابل للاستمرار هذه الرسالة قابلة للاستمرار مو للإستمرار إلى بعد الرسول فترة قصيرة لا للاستمرار إلى بعد الرسول إلى يوم القيامة عدد كبير من الأدباء والمؤرخين الذين أرفوا في الأوساط الأدبية العربية والإسلامية أشاروا إلى هذه البيعة الفاضلة أو إلى هذا الحدث المبارك ولعل الشاعر المسيحي المرحوم بول السلامة نظم تلك الملحمة الرائعة وهي ملحمة الغدير التي زادت أبياتها عن خمسة آلاب بيت تناول فيها حقيقة فضائل الإمام علي ومناقب الإمام علي وشجاعة الإمام علي إضافة إلى الأمور التي أشارت لها عدد كبير من الصحابة الأفاضل المؤلين لآل البيت والسائلين على النهج المحمدي العصيد وذكروا في القضايا الأدبية العديدة هذه الواقعة أو هذه المناسبة الكريمة ولو أن المسلمين التزموا بتلك القيادة والتزموا بتلك البيعة ولم ينكثوها يوم السقيفة لما انحضر المجتمع إلى ما نحن عليه اليوم سائرا من فساد إلى فساد ومن فاسد إلى أفسد حتى غيب الله وليه المهدي عجل الله تعالى فرجه في إشعار منه إلى الجماهير أنكم لا تستحقون القيادة المعصومة وانتقلت القيادة إلى الفقهاء ونحن اليوم أيضا نعيش في زمن يسب ويشتم فيه الفقيه ويسب ويشتم فيه الله والمسلمين أحزاب متفرقين ولا نعلم إلى أين نسير غدا كل هذا التخلف عن ركب الحياة أنتجه ذلك النكث لتلك البيعة من كفر بولاية علي كان كمن كفر بمحمد ومن كفر بمحمد كان كمن كفر بالله جل وعلا سلسلة مترابطة ترجمة نانسي قنقر